رسميا ومن داخل هذا الفيديو سأشارك معكم تسريبات أسطورية جدا وأقوى الأحداث القادمة معنا في سرفر الشق الأوسط لشهر أفريل وبشكل رسمي ومؤكد السلام عليكم يا رفاق كيف الحال شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة تمام معكم كرولو ورجحت لكم فيديو جديد ففي هذا المقطع يا أصدقاء سأشارك معكم آخر أخبار وتسريبات بخصوص لعبة فريفاير ورح نبدأ أولا بتسريب الطوب آب القادم ورح نتكلم أيضا عن الخبر الذي انتظره كل المتابعين ألا وهو عودة حاضنة سلاح الأم بي كارونت وسأستريب لكم أيضا الرويال الأسطوري وكل السكينات والجوائز الخاصة به إضافة إلى ذلك سأستعليد لكم الحاضنة التلاتية الأسطورية القادمة معنا في سرفر الشق الأوسط ورح نتحدث أيضا على بونيس الجواهر وموعد نزوله وسأستعليد لكم كل السكينات الجديدة وقبل بداية في هذا الأمر صلي على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام وبتمنى من كل أسطورة جديدة معنا أن تشارك في قناة وتفعل زر الجرس ولا تنسى أيضا تعمل لايك للمقطع ومرحبا بك في عائلة كرولو وبدون إطالة يا أصدقاء في المقدمة نخليكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة مرحبا بكم يا أحلى متابعين في فيديو جديد وكما لعد هذا السعرات تلقات الأسطور صراحة شكرا جزيلا لكم على كل هذا الدعم والسيبورت وعلى كل هذه التلقات الجميلة والمحفزة ومستمر بإذن الله في تقديم الأفضل لكم وتطوير محتوى القناة وفي البداية حب أقول لكم أنه في هذا الفيديو راح تكون سريبات خرافية جدا فلا تنسى أنك تشاهد المقطع للنهاية لكي يتعرف على كل شيء ويلا نبدأ بأول سريب معنا في هذا الفيديو واللي راح يكون الطوب أب القادم فرسميا ومثل ما كم بتشاهدوا الآن هذا هو عرض الشحن الجديد اللي راح ينزل معنا في سيرفرنا سيرفر الشيق الأوسط واللي راح يكون خاص ببونيس الجواهر أما الموعد الرسمي لنزوله فرح يكون غدا بإذن الله في 7 أفريل وطبعا هذا الطوب أب راح يكون أنه عندما تشحن مئة جوهرة راح تقدر تحصل على مئة جوهرة إضافية بشكل مجاني أما بالنسبة للحد الأقصى لهذا الطوب أب فرح يكون ألف جوهرة هديني أنه في الأخير يا أسطورة عندما تشحن ألف جوهرة راح تقدر تحصل لألف جوهرة إضافية بشكل مجاني صراحة من أقوى الأحداث لتنزل معنا في اللعبة وشخصيا ويحب كثيرا هذا الحدث الخاص ببونيس الجواهر ورح ينزل معنا كيف ما قلت لكم غدا بإذن الله في 7 أفريل ورح يستمر معنا هذا عرض الشحن إلى غاية 11 أفريل فلا تضيعوا الفرصة أبدا عرض شحن أسطوري راح يكون معنا لمدة 3 أو 4 أيام ولا تنسوا أيضا تطونا رأيكم في هذا عرض الشحن القادم وكيف ما قلت لكم يا رفاق أنه في هذا الفيديو راح تكون تريبات أسطورية جدا وننتقل مباشرة للتريب الثاني معنا في هذا المقطع واللي راح يكون الرويال القادم فرسميا ومثل معكم بيتشات الآن راح ينزل معنا هذا الرويال الأسطوري في سيرفرنا سيرفر شغل أوسط وهدد سيرب صحيحة مؤكد 100% أما موعد نزوله فراح يكون غدا بإذن الله في 7 أفريل وننتقل مباشرة لإستعارات كل الجوائز الخاصة بهذا الرويال نبدأ أولا بالجائزة الكبرى الخاصة بهذا الحدث واللي راح تكون طبعا هذا السكين الولد وهذا أيضا إستعارات كامل لأشكل خاص به سكين ولد أسطوري ورح تكون فيها أيضا هذه التأثيرات الخرافية أما تقييمي له فراح يكون 9.5 من 10 إضافة لذلك هذا السكين موجود معنا في خانة التريند وننتقل مباشرة للجائزة الثانية معنا واللي راح تكون هذا السكين القبضة وهذا أيضا إستعارات كامل لأشكل خاص بها قبضة رهيبة جدا وراح تكون فيها نفس التأثيرات الخضراء الخاصة بسكين الولد أما تقييمي لها فراح يكون 9 من 10 إضافة إلى ذلك يرفيق هذا السكين القبضة نزل معنا من قبل في أحداث الإبادة السابقة وراح يكون معنا أيضا هذا السكين الخاص باللوت بوكس وهذا أيضا إستعارات كامل لأشكل خاص به وهذه كانت هي الجوائز الكبرى الخاصة بهذا الحدث أما بالنسبة لبقية الجوائز فهي أمامكم الآن بالمقطع إضافة إلى ذلك راح يكون معنا هذا التوكن واللي راح تقدر تستبت له بكل هذه الجوائز أما بالنسبة لللفة الواحدة فراح تكون بـ 25 جوهرة و 10 لفات بـ 150 جوهرة أما الشيء الأسطوري في هذا الرويال فراح يكون أنه هذا السكين الولد ما راح يعود معنا مرة تانية في اللعبة وهذا طبعا كلام شركة غارينا هي من أكدت أنه هذا السكين راح يكون محدود وما راح يعود مرة تانية في اللعبة إضافة إلى ذلك راح تقدر تحصل عليه بـ 25 جوهرة وراح يكون معنا أيضا هذا السكين الخاص بالتلجة واللي راح تقدر تستبت له بـ 8 جوهرة أما بالنسبة لهذه السنالة الأسلحة فراح تكون بـ 2 أو 1 جوهرة وهذا كان السعرات كل التفاصيل الخاصة بهذا الرويال الأسطوري واللي راح ينزل معنا غدا بإذن الله في سيرفرنا سيرفر مينا اسم الحدث راح يكون أسطورة رمضان أما المدة الخاصة به فراح تكون 16 يوم فلا تنسوا يا أصدقاء تتنرعي كما تقيمكم في هذا الرويال وكل الجوائز الخاصة به وما هو أكثر غرضنا لإعجابكم وأما الآن راح تقلي أتسريب الثالث الأسطوري معنا في هذا المقطع واللي راح يكون بخصوص الحاضنة التولاتية فخبر موفر حليل جميع رسميا شركة غارينا راح تنزل معنا حاضنة التولاتية أسطورية في سيرفر الشاق الأوسط وهذا تسريب صحيح ومؤكد مئة بالمئة بحيث أن شركة غارينا كانت قد نزلت معنا من قبل هذا المنشور في صفحتها الرسمية على الانستغرام واللي فيه ما هي الحاضنة التي تريدون إحتارها لك في اللعبة موجود معنا طبعا في هذا المنشور ثلاث حاضنات خاصة باسكينات الملابس وأيضا ثلاث حاضنات خاصة باسكينات الأسلحة وبما أنه كل المتابعين وأيضا كل لعبي فري فاير يحب عودة نزول حاضنة سلاح الام بي كارونت فشركة غارينا راح تنزل معنا حاضنة تولاتية أسطورية جدا راح يكون متوجد فيها حاضنة سلاح الام بي كارونت وأيضا حاضنة سلاح الـ XM8 إضافة إلى ذلك حاضنة سكينات الملابس الخاصة برابر العالم السفلي أما بالنسبة للخبر الذي يؤكد صحة هذا التسريب هو أني كالعادة كنت أبحث في ملفات اللعبة عن أي شيء جديد وقدرت أستخرج لكم هذه الصورة الجميلة جدا صورة خاصة بعرض رمضان وفيها أيضا هذه المخططات الخاصة بحاضنة سلاح الـ XM8 وأيضا حاضنة سلاح الام بي كارونت وأيضا الحاضنة الخاصة برابر العالم السفلي صراحة أعتبرها أقوى حاضنة تولاتية راح تنزل معنا في هذه السنة الحالية 2023 أما تقييمي لها فرح يكون عشرة من عشرة وسأترككم الآن يريفاق مع السعرات الخفيفة وضريف لهذه الحاضنات الثلاث نبدأ أولا بحاضنة سلاح الام بي كارونت واللي هي حاضنة غنية عن التاريف عندنا أولا أقوى سكين في هذه الحاضنة واللي راح يكون هذا السكين الدهبي ورح يكون معنا أيضا يريفاق هذا السكين الأخضر الخاص بالجوهر الخالدة أما بالنسبة لبقية السكينات فهي أمامكم الآن بالمقطع إضافة إلى ذلك أحلى متابعين كل هذه الحاضنات نزلت معنا من قبل فبدون ما أستعلد لكم الميزات وأيضا تأتيلات الخاصة بها كل هذه السكينات الخاصة بهذه الحاضنة الثلاث تعرفوها جيدا ونندقل مباشرة لاستعراض الحاضنة الثانية معنا واللي راح تكون الحاضنة الخاصة بالرابر وهذه أيضا كل السكينات الحاضنة ولا تنسوا يريفاق تنرأيكم فيها تليقات بخصوص ما هو أكثر سكين نال إعجابكم في كل حاضنة وسأترككم الآن مع المقطع ومشاهدة ممتعة أما بالنسبة للحاضنة الأخيرة معنا فرح تكون الحاضنة سلاح الـ XM8 ونتقل يا رفاق بعد انتهاء السعرات الحاضنة ورجحتكم يا أحلى متابعين من جديد وبعرف أنه كل يتسأل متى رح تنزل معنا هذه الحاضنة الثلاثية في سيرفرنا سيرفر شغل أوسط بما أنه في هذه الصورة أو هذا التسريب مكتوب عرض خاص فأكيد أنه هذه الحاضنة الثلاثية رح تنزل معنا في شهر رمضان المبارك يمكن تنزل معنا في الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم ولكن عاجلا أم آجلا رح تنزل معنا أقوى حاضنة ثلاثية في سيرفرنا سيرفر مينا فلا تنسوا يا أصدقاء سترأيكم وتقيمكم في هذه الحاضنة التولاتية وأيضا في عودة حاضنة سلاح الأم بي كارونت وأما لها رح انتقل للسريب الأخير معنا في هذا الفيديو واللي رح يكون بخصوص أقوى الأحداث القادمة ونبقى دائما مع هذه الصورة الجميلة الخاصة بعرض رمضان بحيث أنه لو ركسته جيدا رح تلاحظه أنه موجود معنا هذه الرقصة وهذا أيضا استعراض كامل للشكل خاص بها رقصة رائعة جدا وراح تكون أيضا خاصة بشهر رمضان المبارك أما تقييمي لها فراح يكون ثمانية ونصف من عشرة إضافة إلى دالكيريفيق هذه الرقصة رح تنزل معنا في أحداث بيئة الجواهر يمكن تنزل معنا في حدث أدير والربح أو في حدث قلب البطاقات ولكن وبشكل رسمي رح توفر معنا هذه الرقصة الجديدة في شهر رمضان المبارك فلا تنسوا يا أصدقاء تنرأيكم وتقيمكم في هذه الرقصة وننتقل مباشرة لتاني حدث معنا واللي راح يكون بخصوص طوب أب أسطوري سينزل معنا في سيرفرنا سيرفر الشرق الأوسط في الأيام القادمة بحيث أنه في نفس الصورة موجود معنا صورة الذهابية أو الحجر الأصفر الخاص بالحاضنة وأيضا موجودة معنا كل المخططات الخاصة بالحاضنة التولاتية سأشرح لكم هذا الأمر يا أحلى متابعين بعدما تنزل معنا الحاضنة التولاتية في سيرفرنا سيرفر مينا راح توفر معنا أيضا عرض شحن أسطوري خاص بهذه الحاضنة واللي راح يكون فيه طبعاً الدهابية وأيضاً كل المخططات الخاصة بهذه الحاضنات الثلاث فلا تنسوا يا أصدقاء تطورنا رأيكم مدقيمكم في هذه الأحداث القادمة معنا في سيرفر شغل أوسط أما رأيي الخاص فهو أن شركة غارينا بدأت تهتم وتعتني بسيرفرنا سيرفر مينا وأيضاً تنزل معنا أحداث أسطورية مثل الحاضنة التولاتية وأيضاً بونيس الجواهر فلا تنسوا يا أصدقاء تطورنا رأيكم مدقيمكم في هذا الأمر وإلى هنا يا أصدقاء أنكم وصلنا إلى نهاية الفيديو ومثل ما وعدكم يا رفاق أني في هذا الفيديو سأصالد لكم تسريبات أسطورية جداً والحمد لله كرولو يفي بي على الوعد الخاص به فشكر خاصة ولكل أسطورة شاهد الفيديو حتى هذه اللحظة ولكي أعرف أنك متابع في وقت شاهدت الفيديو كاملاً وترك لي في التعليقات كرولو أفضل مسرب وبإذن الله 67K في أسرع وقت ومع السلامة يا أحلى متابعين دمتم في رعاية الله وحفظه ونسقي في فيديو آخر